السلام عليكم أنا نجاة من قناة نوجا ميغي اليوم سأقدم لكم موضوع الساعة ألا وهو لقاح كورونا أو كوفيد-19 لكن قبل أن أبدأ أتمنى منكم أن تشاهدوا الفيديو للآخر لأنه فيه إفادة كبيرة لكم كما يعرف الجميع يوجد الآن ثلاث لقاحات اللقاح الأمريكي الألماني، الصيني والروسي نبدأ باللقاح الأمريكي الألماني الذي يعالج حتى 90 إلى 95% من الحالات أما اللقاح الصيني يقولون عنه أنه من أحسن اللقاحات الموجودة حاليا وهو يقوي المناعة يطيل العمر وحتى الشعر لكن ألمانيا وأمريكا نفوا هذه الإدعاءات وقالوا أنه لقاح اخترعته الصين لتكاثر الصينيين في العالم فكما تعرفون في الصين ممنوع أن ينجب المرء أكثر من طفل واحد لهذا لاحظوا أن مع القرون القادمة لن يبقى لوجود الصينيين على الأرض ومن يأخذ هذا اللقاح رجل أو امرأة سينجبون أطفالا شكلهم صينيين أما اللقاح الروسي فهو بمجرد استعماله يرفع المناعة طبعا وبالنسبة للدول باردة يقلل من الإحساس بالبرد يعني إذا كانت درجة الحرارة تحت الصفر سيشعر المرء بعشر درجات والعكس بالنسبة للمناطق الحرة ألمانيا وأمريكا كذبوا هذا الأمر وقالوا أنه بالعكس يضعف المناعة ويعمل حكة وحبوب خطيرة في الجسم كالإكزيمة مثلا بدليل أن بنت الرئيس الروسي أخذته فتحول جسمها كله إلى حبوب حتى وجهها لنرى الآن ماذا قال الصينيون والروس على اللقاح الأمريكي الألماني قالوا أنه يعمل الحساسية بدليل أن بريطانيا جربته وفي حالات كبيرة مارضت بالحساسية وكذلك يزيد في الوزن كثيرا والذي يجب أن يجربه لا بد أن يكون نحيفا أو يعمل رجيما قاسيا طبعا أمريكا وألمانيا نفوا هذا كله كالعادة وقالوا أن تلك الحالات أخذت اللقاح وهي أصلا مريضة بالحساسية والمشكل الأساسي الآن هو نحن الشعب ماذا سنفعل أي اللقاحات سنجرب لكن أنا قبل يومين قرأت في أحد المجلات العالمية عن عالم معروف حذر من اللقاحات كلها لأنهم لاحظوا أن الذين استعملوه يؤثر على المخ ويتخيل أشياء غير موجودة بالأساس وفي حالة أخرى لن يستطيع الإنسان أن يتحكم في أعضاء جسمه يتحرك لا إراديا خصوصا إذا سمع الموسيقى وأنا سأعطيكم بالدليل بهذه الفيديوهات واحكموا بأنفسكم وإذا أعجبكم من فضلكم لايك اشتراك تفعيل جرس وتعليق وشكرا لكم إذن سأترككم مع الفيديوهات اشتركوا في القناة أهلاً حبيبي بتمنى كل فيديو نعجبكم وتلك الإدعاءات أنا التي اخترعتها من تفكير الخاص وعذراً على المقلب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر